تلعب مدارس السياقة في الجزائر دورا هاما في تلقين دروس الأولى لمترشحين المقبلين على الحصول على رخصة السياقة وهو ما يقوم بها العم حسين من ولاية التيارت حيث انتهج طريقة مبسطة لتخريج سايقين في المستوى ونتابع التقرير لديارمان داوطة تعتبر مدرسة السياقة الراشدية بيتيرت من المدارس العريقة منذ نشأتها في ثمانيات القرن الماضي حيث أصبحت وجهة الكثير من المترشحين للحصول على رخصة السياقة بعد انتهاج طريقة تعليمية مميزة من طرف مسيرها العم حسين الذي له باع في تعليم قوانين المرور مدرسة هذه مفتوحة من عام 1987 الطريقة جايبين طريقة تعليم طريقة مبسطة طريقة الأفواج سيستم دو جروب واستعملنا الطريقة هذه وعطينا لقناها نتيجة فالطريقة مبسطة جدا وتعتمد أساسا على نماذج لسيارات صغيرة ترسخ مباشرة قانون المرور في أذهان مترشحين كل الخشيبات مع الركيزات على بعض هذي كثيرون والصبحت عندنا إشارة بحي يشوف كونديدا بحي يشوف بين لازم في مفترق الطرق وين لازم لها يريض وين لازم لها تكون عندها الأولوية فالأخلاق والعمل بني سادق هي مسيرة مدرسة السياقة الراشدية مما عكس تخرج سنوي لسائقين في المستوى قاية السائق تكون فيه الأخلاق والتربية والتكوين والاجتهاد فكم نحتاج اليوم إلى مدارس سياقة تحذو حذو ما يفعله العم حسين حتى نتفادى آلاف الأرواح البريئة التي تحصدها الطرقات بسبب تهور بعض السائقين الذين تحصلوا على رخصهم من بعض المدارس التي غاب عنها الضمير المهني